أكيد مشوار المنتخب المصري اللي قدمه في بطولة كاس العرب يخلينا نحلم ونبقى عندنا طموح كبير إنه نوصل لنهائي البطولة وليه لأ المنتخب المصري ما يتواجش بلقب كاس العرب بعد الأداء القوي جداً اللي شفناه من المنتخب في البطولة لكن الحقيقة مباراة تونس هتبقى فيه منتهى صعوبة ومباراة لها حسابات كتيرة جداً تحط فيه اعتبارك قوة المنافس وتحط في اعتبارك كمان بعض الغيابات اللي ممكن تكون مؤسرة وتحط في اعتبارك كمان التشكيل الأساسي اللي ممكن يبدأ بيه مثل كارلوس كيروش واللي ممكن يكون فيه بعض المفاجآت اللي نتمنى أنها ما تحصلش بس اللي ممكن تأخرنا عن دخول في المباراة خلينا نتكلم على مواجهة تونس وبالتأكيد طبعا ماتش السوبر هيكون حاضر ضفنا النهاردة ونجمنا فيها السادسة كابتن عادل عبد الرحمن مسأخير كابتن عادل أهلاً النهاردة بداية قبل ما ادخل في الكرة خلاص يعني بعد أسبوع من الاستنتاجات والمحاولات والنداءات سيد أحمد مجهد رئيس الاتحاد النهاردة ورئيس اللجنة المكلفة بدورة تحدي الكرة أعلن عن حل أزمة التعارض اللي كان حصل بين أمم إفريقيا وبين مشاركة الأهلي في كاس العالم للأنداء شفت الموضوع إزاي وطبعا كل الشكر لمجهودات اتحاد الكرة ولسيد أحمد مجهد على التدخل لحل الأزمة هو بداية الأزمة أزمة مش الناد الأهلي أزمة أزمة مصر كلها الناد الأهلي بيلعب باسم مصر مظبوط وإحنا بنلعب في كاس العالم للأندية كاس العالم للأندية أنت بتلعب باسم مصر وتلعب باسم القرة فيجب أن الناس كلها تتكاتف أن الناد الأهلي يبان بمنظر كويس ومظهر كويس أولا لازم تعرف أن كاس العالم مختلفة للأندية مختلفة عن المبارات بتاع بطولة أفريقيا أنت بتلعب بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية يعني أنت محتاج أنك أنت عشان تبان بمظهر كويس محتاج كل لعيبة كويسة عندك ومحتاج كل يعني كل قوة تقدر تقابل بيها الفرقة دي ما بالك أنت بتلعب لعيبة محترفين على أعلى مستوى وبعدين إحنا ناد الأهلي خدنا ثالث مرتين فما ينفعش ناد الأهلي يلعب يعني يكون عنده نقص أو أي حاجة أو يشارك من أجل المشاركة لا لا ناد الأهلي مش كده خالص ناد الأهلي يمكن أنا عايز أقولك حاجة لو أنت تكلمت وأنا مش بتكلم كده عشان أنت مأنا ناد الأهلي لا أنا بتكلم ورقة وألم وفلوس أنت لو تكلمت على نجاح بطولة هتلاقيها بطل أوروبا إحنا متفقين علشان القيمة التسوقية والقيمة المالية بتاعتهم كمان بطل أفريقيا وبيتمثل في الناد الأهلي لا ده قوة كبيرة قوة إعلانية قوية جدا قوة جمهورية تبقى كبيرة نجاح في كل الأماكن فعشان كده أحمد مجاهد لما تكلم على أنه تتحل العملية وأن النادي الأهلي يلعب بكامل نجومه والمنتخب يلعب بكامل نجومه فهو ما قالش إيه الحل ولكن هو قال الكلام ده فالكلام ده ده رئيس الاتحاد يعني أنت بتتكلم طبعا في معلومة وفي لا وغير المعلومة أنا لا أدخل في المعلومة أنت تصريح رئيس الاتحاد أو المكلف بإدارة الكورة في مصر التصريح اللي قاله ده يحسب عليه طبعا لازم خلاص انتهى الموضوع النادي الأهلي تحلت المشكلة النادي المنتخب القوم يتحلله المشكلة اللي اتنين بيلعبوا بإسمه مصر فيجب أنه إحنا نشكره وهنشوفه في الأيام القادمة بعيدا عن أنه النادي الأهلي اسمه تحط في الموضوع أنا بداية الحقيقة من الشكل اللي تم التعامل به مع المشكلة من البدايات يعني ومحاولة البعض أنه يصور الموضوع كأنه أنه مصلحة الأهلي في كفة وتتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني والعكس الصحيح على الرغم من أنه حتى ده لو ما كانش النادي الأهلي من المفترض أنه أي نادي مصري تاني بدون ذكر أسمائي لو أي نادي مصري تاني كان أعتقد أنه يلقى كل الدعم من كل الأندية المصرية وكان طبيعي جدا أنه اتحاد المصري بما أنه ممثل مصر في البطولة دي يدعمه وكان طبيعي كمان من الاتحاد الأفريقي بما أنه ممثل القرارة الأفريقية أنه يدعمه لكن ده إحنا يعني خليناه المعظم جماهي النادي الأهلي ما حسيتش بوضوح الموقف ده من الأول لكابتن عادي وده كان حقيقة يعني مصاري استياء نشوف أنا عايز أقول لحضرتك حاجة لازم تعرف أن النادي الأهلي نادي وطني النادي الأهلي بيعمل حاجات كتير لصالح أو مصر أولا عند النادي الأهلي دي ما فيهاش نقاش والنادي الأهلي علمنا كده أنا كنت لعيب وكنت مدرب في النادي وعارف أنه أهم عنصر بيميز النادي الأهلي وطنيته في لعبته للمنتخب إزاي بيصدرهم إزاي بيريحهم إزاي لما يجي لعب هديك مثال صغير قوي إحنا كنا بنلعب مباراة في يوم يوري في اليابان بطولة أفر أسيوية كابتن حمد صدقي كانش فيه كاس عالم عندي زمان كابتن حمد صدقي كابتن حمد صدقي بطولة أسياء قبل بطل أفريقيا فهو إحنا رايحين كان معانا مستر فيسا في النادي الأهلي هاني رمزي كان موجود معانا وكابتن حمد صدقي كان موجود معانا والأتنين كابتن هاني رمزي كان بيلعب في المنتخب في الوقت ده كان بيلعب في سردباك بيلعب لبرو وبعدين الكابتن حمد صدقي كان هو اللي بيلعب في سردباك فاتعور أخذني شام فالمنتخب كان محتاجها نلعب مباراة بعادية فالكابتن جوهر رحمة الله علي تكلم مستر فيسا أنه يلاعب الكابتن هاني رمزي وكابتن حمد صدقي يبقى لبرو ليه؟ يغير المكان وإحنا بنلعب في بطولة أي؟ فيغير مكانه علشان يساعد المنتخب لأن المباراة بعد المباراة يوم يوري على طول لما هينزلوا لعبه فكان محتاجه نلعب في دي فالنا عايزة أقول لك ده طول الوقت ده بيحصل من الناد حصل ولعب سردباك في المباراة بعد يعني أنت بتلعب على بطولة فيها مطشين زياب ويعاب أنت المفترض أنك أنت ببص لنفسك عشان تخب بطولة دي بطولة قرية وبالذات أنه ديتريتشفايتسا ألماني يعني يعني ما بيخدش هو عارف أننا بنعمل إيه زي ما احنا أكتر من مرة النادي كان بيبقى عندنا مشكلة في حتة اللعب في بطولة أفريقيا وإحنا مع المنتخب أحيانا كان بيريح مننا للكابتن جواري أو المدرب اللي كان عايز يقول له هرجعه لك يلعب بطولة أفريقيا يمكن إحنا كنا 13 لعب في المنتخب بعد تصفات كس العالم للتحضير وجايين نلعب في أفريقيا إحنا في مطش الاتحاد الليبي رجع مننا مش 13 لعب رجع مننا 6 لعيبة بس عشان يفضلوا مع المنتخب عشان يكملوا الإعداد بتاعهم ولعبنا يوم ورجعنا فحتة إن الناس تسول لك إن فيه تعارض والنادي الأهل بيبص على مصلحته والنادي الأهل بيبص على مصلحة مصر أولا دي رقم واحد رقم اتنين النادي الأهل النادي في الوقت الحالي يعني مش عايز أقول عشان الناس يعني البسمة بتبقى بسمة حلوة لبلدنا يعني بتشرفك أفريقيا بتخذ لك أفريقيا كنت لازم تعرف يعني إيه النادي الأهل لما ياخد أفريقيا على طوله يحطك في حتة إنك إنت تلعب في كاس الأند عالم للأندية دي حاجة كبيرة قوي يعني بتعلي بتعلي المدرب المصري بتعلي اللعب المصري بتعلي اللعب المحترف بتعلي اسم البلد المنتخب فدي حاجة مهمة جدا فأكيد أكيد أنا عارف إنه المشكلة هتتحل لإني بالنسبة لنا أنا بتكلم بقى فني بالنسبة لنا لا يصلح إنك تلعب من غير لعبتك الدولية لا يصلح خالص أنا أنا بتكلم على الآخر لإنك أنت بتتكلم على أهم لعيبة عندك المصريين وأهم لعيبة المحترفين لإنك مش هيمشي من عندك بس اللاعب المصري بس عندك التنسي وعندك المالي وعندك المغربي صحيح فهتبقى في مشكلة كبيرة ولكن إن شاء الله هتتحل وأنا يعني وجهت نظري واللي أنا شايف إن الضغط بتاع الأندية الأوروبية على كاس الأمم الأفريقية ممكن بقول من وجهة نظر ممكن يلغي البطولة هو إيه يعني يعني شمعنا البطولة الأفريقية اللي في حالة التربص بيها بالشكل ده يعني عشان ما عدا مش صح بصرف النظر هل لو كان مثلاً بطولة أمم أوروبا بتتلاعب في التوقيت ده كان يجرؤ الفيفا مثلاً إنه يقرر إن يلعب بطولة كاس عالم أندية في نفس توئيد بطولة أمم أوروبا أو حتى كوبا أمريكا بطولة أمريكا الجنوبية يعني في بعض الأوقات تحس إنه فيه نظرة أنا آسف يعني مش عايز أقول دونية بس يعني يعني نظرة قليلة للكورة الأفريقية أحساسك إنه البطولات الأفريقية مش مهمة إنه اللاعبين يجوا لمنتخباتهم في أفريقيا دعاب كبير جداً على الأندية في أوروبا مقاومة شديدة ومستمرة لأي حاجة أو استدعاء للعب الأفريقي لمنتخب بلاده الأحساس ده دايماً يحسسك إنه فيه نظرة استعلاق كده لما تيجي التعامل مع كرة في أفريقيا خلينا نبقى محقين يعني المعات بتاع البطولة فيه صعوبة جداً لأنه أنت بتتكلم على خروج الدوريات الأوروبية من بوكسنج جيم اللي هو زي إنجرتيرا مثلاً على سبيل المسال الأسبوعين أو الشهر ده الشهر صعب جداً في الدورة الإنجليزية دائماً معروفة علشان المباراة بتبقى متتالية 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 الحاجة التانية المهمة إن اللعيبة الأفرقى في الوقت الحالي بيمثلوا أهم اللاعبين في الدوريات في العالم في الوقت الحالي إنت بتتكلم في الدوري الإنجليزي ريفربول عنده إثنين لعيبة من أهد في والوقت snug لو ما تواجدوش في ريفربول في الفترة دي ريفربول مش ياخد البطولة ولا أخد بطولة أوروبا لو لعب mate في بطولة أوروبا فبيقتلوا الأندية هي مش دونية قد ما هي مصلحة ونفوذ انت بتتكلم فيه انت كمان كدأك قرى المفترض انك تواكب الموضوع يعني انت نعملها في الصيف يعني كابتن عادل نعملها في الصيف صعبة جدا الأجواء في أفريقيا في الصيف يعني صعبة جدا تعمل بطولة زي دي اللعيبة واكيد انت لعبت في أفريقيا في فصل الصيف وعارف في بلد زي كاميرون مثلا انا لي حل شهر 11 شهر 11 او شهر 10 انت فاهمني ده الحل الوحيد اللي تهرب هيبقى بداية الدوريات وما شفتش هو ده الحل الوحيد انك تعمل لانه هو فيه حاجة مهمة انت بتتكلم فيه أندية دفع ملايين الملايين فيه لعيب أكبار يعني سيدو المانية ولا محمد صلاح لو حسبتهم القيمة المالية بتاعتهم هتلاقيهم داخلين الاتنين داخلين لهم في 300 مليون يعني 300 مليون باون يعني انت بتتكلم في رقم قوي جدا هم بيدافع عن مصالحهم دي حاجة طيب أقولك حاجة مهمة احنا لو تكلمنا على كاس العالم للأندية هتبص تلاقي التميز للفرقة اللي بتيجي من أوروبا ما بتلعبش اللي مباريطين وبتاخدوا البطولة ما هو ده الظلم بعينه يعني ولكن هم محتاجينه تسوقيا عشان يعلوا البطولة انت فهمني ما هي ما هي ما عشان كده احنا لما بنيجي نتكلم في النادي الألف الأهلي لو خد مثلا يعني نفترض نتمنى يعني مش هقول دهبية ما روحش إلى بيد لكن لو خد فضة مثلا السنة دي وبعد البرونزي اللي حقا السنة لي فاتت مش يتوجب على الفيفا مثلا أنه يفكر أنه يغار قواعد البطولة شوية اللي غير منصفة على أقل بطل أفريقيا يعني الأهلي كسب بطل أمريكا الجنوبية لو قرر إنجازه السنة دي وصل للمباراة النهائية مش المفترض على الفيفا أنه يبص بعين لإعتبار للكورة الأفريقية أو لممثل الأفريقيا في البطولة على أن يعامل زي ما بيعامل بطل أمريكا الجنوبية أو بطل أوروبا مثلا لا ما عندهم شما العواطف دي ليس عواطف أنا أتكلم على أرقامه نتائج ما أقولك الرجاء ما وصل نهائي وخسر وخد الفضية العين ما وصل نهائي وخسر وخد الفضية يعني فرقتين واحدة من أسيا واحدة من أفريقيا الرجاء وكان ياخد البطولة الرجاء ففي ناس خدت الفضية الفضل أنت فاهمني ولكن هو القيمة التسوقية لأنه كس عالم للأندية أنت بتتكلم في أفضل فرقة في القر أنت فاهمني فلما مجيش قررة أوروبا أهم حاجة هي هو اللي أنا أنا ممكن أقولك أمريكا الجنوبية هي اللي ممكن تدخل في التصفيات ولكن يعني عملوها بالمثل شوية علشان حت تقسيمة المباريات الحاجة المهمة اللي أنا عايزة أقولها لك أنه في الوقت الحالي أنت لما شفت الباير لما لعب النادي الاندى الأهلي الباير عمل إيه الباير يعني مش أقول أنه أقرب بالنادى الأهلي بس والنادى الأهلي قرب من باير يعني في حتة انت شفت التجانس اللي بينهم وشفت هم كمان عملوا ايه باير ميونيك علشان عارفين ان النادي الاهلي اقوى نادي في افريقيا واكبر نادي سهل قد الاهلي وبايرن مش بس من لقاءه عالف من زمان لكن لا انا بكلمك على ازاي يستغلوا الموقف عشان يدخلوا وياخدوا يعني حاجات كتير قوي اعلامية من العالم شرق الاوسط باكبر نادي اللي هو النادي الاهلي شفت اللي عملوه في الصيد بتاعهم في النادي واللي اتعمل يعني خلي بالك والنادي الاهلي احنا اتكلمنا كتير في حتة ان احنا تخطينا حتة المحلية بمعنى يعني حتى الافريقية احنا بنتكلم على العالمية دلوقتي وده وده حقنا يعني حقنا ان انت المفترض انك انت تعلق عشان كده بقولك كانت اهم سنة لينا يعني ده بضلك لينا انا بتكلمك بمثال امانة يعني حتى لو لعبنا بطولة افريقيا واللعيبة راحت بطولة افريقيا والرجوع في الاجهاد والجدول الشق ده جدا احنا كنا اتمنى ان كانت الفرصة تبقى زي السنة اللي فاتت ليه انت هتقابل بطل اوروبا ممكن تقابله في الفاينل انت فاهمني انت عشان تلعب مع تشلسي لازم تكون وصلت في الفاينل اما انا عارب علشان كده احنا تصدمنا في بارين مونيخ لما لعبناهم في قبل النهائي لو كنت انت لعبتهم في النهائي كان يبقى فيه في مباراة مش اقولك مية في المية نكسبة لكن في المتناول بتاعنا نقدر نشتغل عليه لكن انت لما بتقابل بطل اوروبا اولا هو جاي من راحة ممكن يكون بيلعب ببلده ده مرة فرقة مش عارف الريال ريال مدريد راح لعب ماتشي النهاردة ولح لعب بطول كاس العالم هي اكثر مننا نجاح لكن اتمنى ان احنا نعمل نتيجة جيدة قوي في كاس العالم رغم ان المشوار السنة دي اصعب من المشوار السنة كتير يعني مونتري بلميراس تشلسي دول الثلاث محطات الاحتمال انك انت اتواجهه لو نجحك وعندك ظروف خاصة يعني عندك برضو خلي بالك حتة حل المشكلة بتواجد اللاعبين نفسهم وده مش الحل الامس اللي انا عاوز اللاعبة تروح فرش مش تعبان يعني انا مش هتكلم عشان الناس يقولك حتى دي انت عاوزين تريحوا اللاعبة لا انا مش بتكلم في كده انا بكلمك في فنيات بس انت رايح على مستوى علي قوي محتاج كم الجاري وكم الفكر وكم التاكتيكس يبقى علي قوي عشان انت هتلعب انت مش بتلعب في الدولة المصرية مع احترامي ولا بتلعب في بطولة افريقيا حتى انت هتلعب مع مستويات طبعا مستويات طبعا عالي قوي فمحتاج منك انك تبقى في كامل يقطق البدنية والزهنية والفنية صحيح طيب خلينا نكمل كلامنا ونروح لمطش مصر وتونس كمان وعندنا مباراة مهمة قبل كل ده طبعا الاهلي بيرجع مرة تانية للمسابقات الافريقية هي عنده لقاء صعب مع الرجاء المغربي بس اسمح لينا نروح لفاصل ونرجع بقى نفل الكلام للحديث عن مشوار المنتخف في البطولة العربية من ناحية والمواجهة المنتظرة ان شاء الله الاهلي مع الرجاء في سوبر افريقيا بس بعد فاصل سريع مفاجئات كيروش دايما بتيجي في التشكيل يعني انت عاد كده حطت ايدك على قلبك هي ترى الرجل هيختار مني النهاردة يبتدي بيه المباراة وانا اتوقع انه فيه تغييرات اكيد مفروضة عليه في المباراة اللي جاية اولا بحكم مواجهة تونس تستدعي انه يبقى فيه عناصر بعينها موجودة من البدايات ثانيا بحكم الاصابات اللي مازال موقف اللاعبين المصابين مش واضح لغاية اللحظة دي هيبان بشكل كبير جدا النهاردة كلام على حجازي على الشناوي على حمدي على ايمن وان كنت زي ما قلت الحرارة لكن في البداية ايمن تقريبا اوت من البطولة كلها الف سلامة طبعا نتمنى له يكون جاهز فمحتاجين وايمن من العيبة المهمة جدا والاساسية للمنتخب والاهلي فخلينا نشوف الاول طبعا مرة تانية برحب كابتن عدل اسمح لنا كابتن عدل لقد سألت الناس كده في بداية الحلقة يعني اسمع رأيي الجمهور في مواجهة تونس ايه هو التشكيل الامسل في ظل انك بتواجه مرشح محتمل تونس واحدة من الفرق المحترمة وان كانت مقدمتش مردود قوي اوي في البطولة زي مثلا الجزائر والمغرب وقطر لكن تظل تونس هي تونس وفي نفس الوقت عندك احتمالات لغياب قائد بحجم الشناوي لعب في نص الملعب مهم جدا ومؤثر جدا بحجم حمدي فتحي ايمن اشرف طبعا برا التشكيلة ده بشكل اكيد فايه ممكن تكون التشكيلة الامسل خلينا نستعرض كده اجابات الناس ويهمني اسمع رأي ده هيكون سؤالي الاول لك طبعا رأيك في التشكيل المتوقع والطريق طيب من عبدو هاني كاتب مساء الخير وتغييرات هي في حالة صابة الشناوي عدم مشاركته يبقى محمد صبحي فمهمة صعبة قدام تونس ومن وجهة نظري هارجع لطريقة 4-23-1 وبالتوفيق ان شاء الله بإذن الله المنتخب مصر والفوز بالبطولة من حازم حازم الشناوي مع فتوح والوينش وحجازي وأكرم وحجازي برضو لسه موقفه مش واضح قوي أفشة وفتحي والسلية رفعت وشريف وزيزو تشكيلة حالوة مش وحشة خالص حازم تفق معك بشكل كبير نروح للسيد محمد هيبة مساء الخير يا كابتن أحمد تقع نفس التشكيلة وان شاء الله المنتخب يكسب من وراه وان شاء الله نكسب البطولة وتحياتي ليك نروح للبعده محمد البرازيلي يبدأ بأفشة ورفعت برضو متفق معك أفشة ورفعت لو جهزين وان شاء الله لعيبة منتخب مصر يكونوا في غاية التركيز وبالتوفيق لو انتخبنا محمود حسني العسكري مساء خير يا أستاذ أحمد طبعا تغييرات تقع أن يجريها كيروش هو اللعب بالعناصر الأساسية لأن منتخب تونس منتخب قوي وعنده لعيبة وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا قدام تونس تغييرات المفضم يات تامر بيقول محمد شريف يكون راس حربة أحمد رفق مصر كلها بتقول محمد شريف يبدأ راس حربة مش عارف هو مقتنع بمروان جدا حتى ظالم مروان نفسه حقيقة في اختياره راس حربة من بداية أحمد رفعت جناح شمال أفشا يلعب جناح يمين وحسين فيصل طب ما تنزل أفشا في نص الملعب وتخلي حسين فيصل في اليمين وبرضو تشكيل مش وحش مش بعيد الشناوي أكرم توفيق الوينش حجازي فتوح وخط النص أفشا والسلية وحمدي وخط الهجوم أحمد رفعت وفيصل ومهاجم صريح محمد شريف ونسمع رأي كابتن عادل عديك شفت الناس والله بتفهم في الكرة كويسة يعني مش عايف حتى الجهاز اللي معاكب يعني كيروش ممكن يبقى ليه قناعته مثلا أو ليه طريقته أو بيجرب حاجة لكن الجهاز ما بيتكلمش في ده لا لا ما بيتكلمش في الحاجة ما بيتكلمش في ده ليه لأنه واخد توصيات بعدم الكلام أكيد لأنه دائما يعني خلينا أتكلم بإيجابية شوية يعني مش عاوز أتكلم بسلبية لأن لو أتكلمت أتكلم كلام مش مضموط أنا بتكلم على أنه أنت لما بتيجي تتعاقد مع مدرب بتعمل الهدف اللي أنت متعاقد معه عليه تمام ما هو الهدف بتاع كيروش لما تعاقدوا الاتحاد المصري تعاقد عليه وصول كاس العالم تمام تغادوا على ما قبل كاس العالم فيعمل اللي هو عايزه نعم يعني احنا في مرحلة التجارب جرب بقى براحتك وعيش حياتك حتى بقلت أفريقيا بالنسبة له ليه ليه لأنه أنت لما تيجي تتفق مع مدرب وانت اللي بيتتفق مع المدرب بلجنة فنية لكن لما تيجي أنت راجل مش بتاع كورة يعني بغاء ممكن تبقى رئيس الاتحاد ممكن تبقى رئيس أي حاجة لكن مش بتاع كورة مش فاهم الأمر فلما تيجي تعد تتعاقد معايا هتتكلم معايا في إيه إنك أهدافك عندك أهداف قريبة ومتوسطة وبعيدة أنا لو كنت بتعاقد معاه كنت هتكلم كده كان يتعامل مع المنتخب المعاملة الأمثل أنا خاف من حاجة جميل قوي قدمه وجوه جديدة وحاجات كده أنت عندك ثلاث شهور وجوه جديدة لما تيجي تلعب السينيغال في السينيغال الوجوه الجديدة مش هتقدر تقف على الجهة إحنا لعبة كرة ومدربين وعارفين يعني أتشاف إنه تجربة كاس العرب دي لا طائل منها يعني أو شوف هي شو أكتر شو أكتر شو أكتر لأنه هو لو قال لي كعادل إن اللعبة دي هتلعب في مطش السينيغال لو السينيغال وقق قدام أو ناجيريا أو الجزائر أو هتقول للاعبة قدام الجزائر الجزائر حاجة ونكسل عالم حاجة تانية السينيغال حاجة ونكسل عالم حاجة تانية خلي بالك فلما تيجي انت هترجع تبتكلمة يا كابتن عادل باشا الكريمي واضح على اللعبة الأسماء الجديدة اللي انضمت للمنتخب في بطولة العرب ولكن يعني أنت دلوقتي بتتكلم إنك بتحضر منتخب لإيه لو أنت أنا أتمنى إن يكون واعي للأمر ده لو أنت بتحضر المجنوعة دي زي صلاح وتريزيجيه والاتنين اللي بره والنيني وروح تلعبت مع السينيغال روح تلعبت مع ناجيريا روح تلعبت مع الفرق دي صعب عليك قوي لأن الخبراء لازم ترجع لللاعبين الحاجة التانية المهمة إنك انت مثلا محمد شريف في الرأس حر لو أنت بتحضر محمد شريف للطرف الشمال ما في حاجات إحنا نفهمها إحنا المدربين إنت بتحضر محمد شريف للناحية الشمال وإنت مجتنع بمرموش جدا وعندك تريزيجيه راجع أي فأنت بتحضر محمد شريف في ناحية الشمال ليه إنت في المتني يبقى أنت مش بتحضر إنت بتكمل به في حاجات كتير أو إحنا فهمنا في ناس مبسوطة منه إنه لعب وجه جديد بس هو يا كاتز يكون الوحيد الوحيد المقتنع بمروان حمدي مهاجم أساسي وصريح للمنتخب هو أنا أقول لك حاجة هو مقتنع يعني لو بيجرب هو ممكن أجرب مروان مرة وجرب شريف مرة لو بجرب يعني لا ما هو عارف أنه شريف يعني في حتة الرسحر بأقوى حاجة إنت فاهمين أنا عاوز أقول لك بس على الرجل من تاريخه أنا عارفه كويس هو بيعني أقول هلك إزاي هو بيقتنع بأول قعدة مع المسؤولين وعليها بيبني طب أنت خدتني الحتة بيمكني؟ لا لا دي حتة خطيرة جدا من يجرؤ وهل حصلت في التاريخ أنه أي شخص مهما كان مستوى وحجم مسؤوليته في إدارة ملف الكرة في مصر أنه يقول لمدير فني شارك بمنتخب مصر في بطولة رسمية بدون ما يطالب منه هدف واضح وصريح إحنا وإحنا مش هما اللي تلعوا قالوا إحنا جايبينه لكاس العالم وهنكمل عقد معاه وصلنا لكاس العالم أم لا آه بس معنى مش معنى أن أنا جايبك بهدف التأهل لكاس العالم أن أنا أتنازل عن رغبتي أو قدرتي أو حلمي فإن أنا نفس في بطولة من أفريقيا لا هم قالوا كده ولو رجعوا قالوا عكس يبقى هم بغلطوا بيجذبوا لا هم قالوا كده إن الرجل ده جاي لكاس العالم فالرجل ده بيعمل إيه دلوقتي بيدع وقته في إيه إنه بيحاول إنه يعمل جيل وده مشكوراً عليه ولكن مش في الوقت ده في أزمنة ما ينفعش فيها تعمل جيل فيه صوت ممكن يقول لحضراتك والله هو مجبر على ده لأنه البطولة دي مطلوب منه يلعب بمنتخب مصر بدون المحترفين وفي نفس التوقيت اللي فيه بعض الفرق المصرية بتلعب في بطولة الكونفيدرالية فبالتالي هو استغني عن الإضافات اللي ممكن أو اللعيبة اللي كانت موجودة مع المنتخب وبتلعب اللي عندها دي فهو مجبر على ده ده مش قراره ومش اختياره لا بص أقول لك حاجة الكلام ده الناس عمت الناس تعرفوا لا هو ما بيعملش كده بدليل إنه بيغير أماكن اللعيبة كتير قوي أفشا بيلعبوا طرفيمين ومحمد شريب بيلعبوا رصحاربة طرق حامد ما خدوهش قالص رغم إن طرق حامد ممكن يبقى لعيب مهم جدا في الأيام اللي جاية في مطشي صعب زي مطشي السنغال بره تلاقيه بيعرف يدافع وقوي ووقف على رجله قوي وعنده الروح والحاجات دي مع حمد فتحي ومع عمر السلعية يعني تقدر لكن الجداد الصغيرين ما شافوش الأجواء دي أقولك حاجة مهمة قوي معظم الجيل الحالي أنت لسه مختبرتوش كلعيب كورا بمعنى إنك أنت لما تلاقي 120 ألف متفرج في الأستاذ وبتلعب على فاينل وبتلعب أشوف بقى روحك وقوتك والحاجات دي كلها كل دول ملعبوا بدون جمهور بقى لهم 11 سنة أو 10 سنين خلي بالك دي مشكلة أنت بتقدر تغير ليه أي مدرب بيجي يعتمد على لعبة الأهل كتير والزمال الكتير في الوقت ده كنوا منهم أكبر نديين تمام ولكن عندهم احتكاق قوي بيروح يلعبوا قدام جمهور فأنت في لعبة من دول أنا مش عارس أسلمهم لكن أنا بتكلم أنا خوفي خوفي ليكون فاهم إن المباراة الفصلة هتبقى مباراة سهلة ممكن يقلب فيها وممكن يحط ده في مكان ده وممكن ما يجيبش العيب مهم وممكن ما الحاجات دي لأ، انت بتتكلم في قسم العالم وبعدين الحاجة المهمة أنا عايز أقولك حاجة لو راجل كسب بس قبل ما تقولي الحاجة المهمة لو راجل كسب بطولة قاس العرب ممكن تغير فكرتك أو ممكن تغير لا خالص خالص بطولة قاس العرب عايزين بس نتكلم عليها باستفادة بطولة قاس العرب بطولة قوية وكل حاجة احنا متفقين وفيها اداء متميز بس احنا عايزين نحليها فيه اوقات انت عايزين تكبر حاجة فبتكبرها اعلاميا وبتكبرها اداءا يعني انا عايز اقولك حاجة ما احترام منتخب لبنان لو انت بالفرقة الاساسية بتاعتك هتكسب منتخب لبنان 5-6 وبالاقوية اللي هم لسه ما بيبدوش حتى الارضن ما احترامي ليهم انت بتكلم على تواريخ انت بتكلم على تاريخ انت فاهمني تقريبا يا كابتن عادل يعني وردو اسمحي اختلف معاك انت بتتكلم على 60-70% من قاومة الاساسية المنتخب مصر يعني مش محمد صلاح اللي هيعمل الفرق الكبير انا مش بتكلم على اللعيبة دي انا مش بتكلم على اللعيبة ماتش السنغالي ولا ناجيريا ولا الجزائر اين كان الفرق مش تلعب بالشناوي مش تلعب بالوينشو مش تلعب بحجازي مش تلعب بأكرم مش تلعب بحامدي مش تلعب بالسولية مش تلعب بأفشة مش تلعب ممكن بشريف كمان مش تلعب بمروان لا مش تلعب بمروان يعني لو بتقولي انت رأيك انا ما حملش راجل في طالته والتغيرات اللي هي العينة انا اظلم مروان جدا لما حطه في وش المدفع واقوله انت ما بتصدش الدانة ليه وهي جاي عليك يعني ما هو الراجل برضو حمل هو مروان مظلوم ولا ظالم يعني مروان حمدي حد قاله تعالى يظهر ان الاسم ده في الرأس حربة متعي لكن عاوز اقولك حاجة انا عاوز اقولك حاجة مهمة انا دلوقتي بكلمك في حاجة اخرى في دماغ الراجل اللي هي ايه اللي هي اوعى يكون فاكر لان حصلت لنا قبل كده مع برارلي افتكر ان المباريات اه راجعنا زكريات غانة بقى ايوة افتكر لا ما انا هقولك كمعاضية برضا افتكر ان الموضوع سهل وانه حيروح يلعب كورة عادية ويهاجم وتتهاجم والحاجات دي وانت برا ما يعرفش ان الناس دي برا حاجة واكل عيشهم كله كاس العالم يعني غانة كانت من اقل الفرق انا صعيتها كانوا نهاية جيل من اقل الفرق ولكن ده اكل عيشهم ده كاس العالم لاني خلي بالك كاس العالم قصة وكاسهم افريقيا قصة تانية لا اقولك حاجة 2006 هنا كان يمتلك سحر العاج بيمتلك منتخب اقوى لعيبة في العالم مش بكلمك على افريقيا في افريقيا لا في العالم لانهم اربعة من شيلس واربعة من المانيا من اثنين من البايار واحد من برشلونة ومش عارف احد لا اقوى تيم في الدنيا هو عندهم الحتة بتاعة اللعيبة المحترفين نفسهم حتة كاس العالم ده السوق الكبير اللي ناس عالم تراجع علي فيه اه ده الكرة كلها بتقف طيب خلينا نقول برضو ان احنا مطالبين بان احنا يعني نسند المجموعة اللي موجودة احنا منساند طبعا طب على مستوى اللاعبين سريعا جدا الاسماء اللي ظهرت وتستحق انها تبقى موجودة وتكمل مع المنتخب من وجهة نظر كابتن عادي لا لسه بدر علي مشوري لسه بدري رفعت ما لا رفعت العيب كبير رفعت اصلا بص اعاوز اقولك حاجة رفعت من صغره لعيب كبير رفعت كان لعيب النادي الاهدي لا اهلي انا عارف يمكن احنا مرى النقم ولعب منتخب 2013 عارف لا وهو لعيب كويس او من اللعيب الجامدين يعني ولكن عايز اقولك حاجة برضو الخبرات الدولية حاجة والخبرات المحلية حاجة تانية انا رفعت قدام لكن مش بتكلم انا كل الاهدف اللي بتكلم عليه ايه كاس امم وكاس عالم تصفات كاس عالم علشان كده انا يعني انا الناس ما تفتكرش انها بهجم الراجل لا مش بهجمه بس انا عايز اقولك حاجة هو قلب الهرم شوية بمعنى ايه انت لا انا اللي فهمتم من كلامك اتعادل انك شايف انه الراجل مش شايف الصورة كاملة لا مش شايف شايف المنقوصة لا حاجات مش واضحة او مش قريها هو بشكل كامل يعني هو يكون احسن حبا لبلدنا مننا يعني انا بقولك انك انت جاي اخر عقد معاك شهر ثلاثة في المباريتين انت عايز تعمل جيل لمصر هل انت بتحبين اكتر مننا يعني خلينا نتكلم بواقعية هو الاجانب احيانا بيعملوا ايه طب انا هسألك سؤال اول ما جه اه ودخل مصر اول حاجة عملائي مشى افشا ومشى مين تاني شريف ومشى محمد شريف ليه ودولم كانوا احسن لعيبة في النادي الاهلي ومكسبين النادي الاهلي بتورط افريقيا ومكسرين الدنيا والحاجات دي عارف ليه عشان يقول للناس ان المنتخب بتاعكم دولم افضل ناس لكن مستوام قليل ده التصدير ده بيصدرهن المدربين الاجانب واحنا عارفينه احنا عارفين الاجانب بيتعاملوا ازاي اتعملت معهم كتير فبيصدرهولك انت فاهم خدته تاني مطش يعني ايه يعني الحاجة التانية اللي الناس بقى احنا غالبانين شوية يقولك الراجل بيتبح القطة بتتبح القطة لمين انت مدرب منتخب اعمل اللي انت عايزه في منتخبك انت لما تقولها هاخد عادل محدش هيقدر يقولك فانت بتتبح القطة ليه فيش مدرب منتخب يتبح هاختب معاك واسيب الفرص البعيدة واتكلم في القريبة فرص المنتخب قدام تونس من وجهة نظرك وفرص المنتخب فاني يحقق لقب كاس العرب يعني قدام تونس خمسين خمسين يعني خمسين خمسين اعم خمسين خمسين كل التوفيق لمنتخب مصر يومين بيفصلونا عن المواجهة نتمنى ان شاء الله بإذن الله نستمتع الحقيقة انا مستمتع بالحالة العامة للبطولة مستمتع بالروح اللي بقى لي كتير كنت ما شفتهاش مع منتخب مصر واتمنى ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية ومع انضمان بقى القوامل الأساسي للمنتخب يظهر المنتخب بشكل أفضل في أما أفريقيا ومنها يوصلنا للهدف الأهم وهو طبعا التأهل لكاس العالم كابتن عادر عبد الرحمن بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا سادسة وبشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل ان شاء الله بكري على شوشة الأهل التمام السادسة بشكر حضراتكم وتحياتي لكم